منخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً يؤثر على المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء ومرفق بين خفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار في مختلف مناطق المملكة والتفاصيل بعد هذا الفاصل يونيغارد العزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع أن يقترب من المملكة يوم الاثنين كتلة هوائية باردة نسبياً في حيث تنخفض درجات الحرارة وتصبح أقل من معدلاتها المعتادة ويكون التقس خريفياً لطيفاً في أغلب مناطق نهاراً يميل التقس البرودة في المرتفعات الجبلية العالية مع احتمالية هطول زخاتنا الأمطار على إزاء من شمال المملكة وتتأثر المملكة يوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتصبح دون معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات ويكون التقس مائلاً للبرودة ومتقلباً ما بين غائم جزئي وغائم وطهت الزخات من الأمطار بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة خاصة مع ساعات الصباح قد يصحبها حدوث للرعد أحياناً ويتوقع بمشيئة الله أن يتأثر المملكة يوم الأربعاء بتيارات هوائية غزيرة رطبة مندفعة خلف المنخفض الجوي وتبقى درجات الحرارة أبرد من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات ويكون التقس مائلاً للبرودة وغائماً جزئياً وماطراً بمشيئة الله على فترات في شمال ووسط المملكة وقد تنتد مع مرور الوقت نحو المناطق الشرقية من المملكة ويستمر التقس في ليل أربعاء على الخميس بارداً نسبياً وتتراجع فرص الأمطار في أغلب المناطق كما ويستمر عبور صحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض في العديد من المرتفعات الجبلية بحيث يتشكل الضباط في بعض المناطق نتمنى السلامة للجميع في حال أنتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب تمتم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن Leaders Center يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري